اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم من جديد في حصة جديدة من حصص دعم وتقوية تعلماتكم في مواد الاجتماعيات هذه الحصة سنخصصها هذه المرة لمكون آخر من مكونات مواد الاجتماعيات وهي مادة التربية على المواطنة وذائما هي تهم تلاميذ المستوى الثانية إعدادي الدروس التي سنستهدفها إن شاء الله من خلال هذه الحصة حصة الدعم التقوية في مواد الاجتماعيات أو مادة التربية على المواطنة هي ثلاثة دروس أولها درس النقابات والمنظمات المهنية وترتيبه العاشر في المقرر الدرس الثاني هو درس الصحافة وترتيبه الحادي عشر في المقرر الدرس الثالث هو درس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وترتيبه الثاني عشر في المقرر إذن سأحاول انطلاقاً من هذه الحصة أن أقف عند كل درس على حدة والوقوف وعلى أهم الأفكار الأساسية في كل درس أبدأ مع الدرس الأول وهو درس النقابات والمنظمات المهنية وسأحاول من خلال هذه الدروس أو في كل هذه الدروس الاشتغال على مجموعة وطائق في هذا الدرس سأشتغل على صور وسأحاول أن أربط مادة التاريخ بمادة التربية على المواطنة في مادة التاريخ وبالضبط في درس الثورة الفلاحية والصناعية في أوروبا خلال القرن الثامن عشر كما تعرفتم بأن الثورة الفلاحية سهمت في ظهور الثورة الصناعية وهذه الأخيرة كانت لها انعكاسات كبيرة جداً وخاصة على المستوى الاجتماعي هذه النتائج على المستوى الاجتماعي تمثلت أساساً في ظهور طبقة عمالية وكما تلاحظون انطلاقاً من الصورتين مثلاً الصورة الموجودة في الأعلى هي لسيدة لاحظوا بأنه تم تشغيل حتى السيدات وفي تلك الفترة ولكن في ظروف صعبة وقاسية بل أكثر من هذا وكما تلاحظون في الصورة الثانية تم أيضاً تشغيل حتى الأطفال دون السن القانوني وحتى دون سن الشغل القانوني الذي نعرفه حالياً وبالتالي هؤلاء العمال كانوا يعيشون في أوضاع مزرية جداً أوضاع مزرية تتمثل أولاً في ساعات العمل الطويلة أنذاك كان العامل يشتغل من طلوع الشمس حتى غروبها من دون تأويد عن حوادث الشغل من دون تقاعد من دون تغطية صحية وفي النهاية بأجر زهيد جداً لا يغطي حتى احتياجاته الأساسية بطبيعة الحال فالظروف المأساوية التي تعيشها الطبقة العمالية ستدفع بها إلى التفكير في تأسيس إطار يجمعها وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس النقابات وكانت أولى النقابات التي تأسست عالمياً في الثورة الصناعية الثانية في بريطانيا وفي فرنسا إذن أول ما ينبغي الوقوف عليه في هذا الدرس وأن أذكركم به في هذا الدرس هو ما معنى النقابة النقابة كما تعرفتم على ذلك هي عبارة عن إطار تنظيمي هذا الإطار التنظيمي ينضوي تحت لوائه مجموعة من العمال هؤلاء العمال القاسم المشترك بينهم هو أنهم يزاولون مهنة واحدة أو مهن متقاربة ويشبه بعضها البعض أتحدث هنا عن المهنة أو الحرفة أو الصنع ولكن ما الغاية من تأسيسهم للنقابة؟ ما الدافئ الأساسي من تأسيس النقابة؟ النقابة همها الأساسي هو الدفاع عن حقوق العمال وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية لأنه السائل عند عامة الناس هو أن النقابة تطالب دائما بالزيادة في المداخل العمال صحيح النقابة هذا مطلب أساسي عندها ولكن النقابة تطالب إلى جانب هذا المطلب بمطالب أخرى ذات أهمية ومنها تحسين ظروف العمل لأنه كلما كانت ظروف العمل مريحة كلما كانت الإنتاجية أكبر ننتقل إلى مسألة مهمة وهي تخصكم أنتم كتلاميذ وهي دائما هذا السؤال يكرره التلاميذ في القسم يعني ما علاقتكم أنتم بالنقابات؟ يعني هل يمكن للغير الراشدين الذين يشتغلون الانخراط في النقابات والدفاع عن حقوقهم؟ نعم صحيح فقانون أو ظهير النقابات المهنية في المغرب يسمح لغير الراشدين العاملين بالانخراط في النقابات ولكن كما تلاحظون شرطا أن يوافق على ذلك أولياء أو أوصياء أمورهم ولا يسمح لهم بتقلد المسؤولية في المكاتب المسيرة للنقابات سواء كانت هذه المكاتب محلية أو إقليمية أو جهوية أو وطنية ولو بموافقة أولياء أمورهم هذه هي مسألة أو تخص هذا فيما يخص يعني غير الراشدين المشتغلين سنويا كما تعرفون أو السؤال الموالي الذي ينبغي الإجابة عليه أو السؤال الأساسي في هذا الدرس هو كيف تدافع النقابة عن حقوق العمال واحتياجاتهم؟ وسبق لنا أن تعرفنا هذه الأساليب أو الآليات التي تسلوكها النقابة في الدفاع عن مطالب منخرطيها ومتطلباتهم وكما تلاحظون أمامكم انطلاقا من هذه الخطاطة فالأسلوب الأول هو الحوار لا يمكن للنقابة أن تقوم مثلا بأي رد فئل إلا بعد فتح باب الحوار فتح باب الحوار بعامل هذا الحوار يكون بين من ومن يكون بين المشغل وبين العمال يعني رب العامل سواء كان قطع الأمومي الذي تمثله الدولة أو القطع الخاص الذي يمثله الخواص يعني أرباب الشركات والمقاولات وغيرهم فهنا يكون هناك ملف مطلبي يعني في الحوار يكون هناك ملف مطلبي يتضمن مجموعة من المطالب التي يود العمال تحقيقها يكون هناك حوار بين ممثل العمال وبين أرباب العمل في حالة الوصول إلى تفاهمات يستمر العمل بشكل عادي وفي حالة إذا لم يكن هناك أو لم يصل طرفان إلى تفاهم يضطر العمال أو تضطر النقابة إلى الانتقال للخطوة الثانية من أساليب عملها وكما تلاحظون انطلاقاً من الخطاطة هي الإضراب عن العمل الإضراب عن العمل النقابة تتخذ فيه تكتيكات أو يكون على شكل خطوات وبالتدريج في البداية يمكن للعمال أن يحملوا شعر في أيديهم تعبيراً عن غضبهم واحتجاجهم على مشغلهم في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم قد يرجعون إلى أسلوب أو إلى المرحلة الثانية وتوقف مثلاً العمل لساعة واحدة مثلاً يوم أو يومين أو ثلاثة أيام في حالة عدم الاستجابة يمكن للعمال أن ينتقلوا إلى إضراب نصف يوم ثم بعد ذلك إلى يوم ثم إلى يومين أو أكثر إلى حين تحقيق مطالبهم أو جزء من هذه المطالب الآلية الثالثة انطلاقاً من هذه الخطاطة وهي آلية مهمة جداً وهي التنصيق بين النقابات المغرب كغيره من البلدان الأخرى الدستور المغربي يسمح بالتعددية الحزبية كما يسمح بالتعددية النقابية فالمغرب العامل يحق له الانخراط في أي نقابة يشاء سواء كانت ذات تمتيلية أو حتى التي ليست لها ثمتيلية وبالتالي فإذا أراد العمال أن يكون إضرابهم ناجحاً وذو جذوى فينبغي على النقابات العمالية أن تنصق فيما بينها خطواتها النضالية حتى يكون هذا الإضراب متميراً لأنه كلما انخرط العمال في الإضراب كلما كان هذا الإضراب ناجحاً وكلما كان الإضراب الناجح يقاس بماذا تحقق الملف المطلبي أو جزء من هذا الملف المطلبي أنتقل إلى مسألة أخرى وهو عطلة سنوية السفيدون منها كل سنة وهي فاتح ماء الذي نحتفي به ويسمائد الشغل السؤال الأساسي وكما تراحضون انطلاقاً من هذه الصورة مثلاً هذه الصورة توضح جالب من احتفاء العمال بإعادة الشغل العالمي يعني يحتفى به في المغرب وفي جميع دول العالم هنا يطرح السؤال لماذا بالضبط فاتح ماء ولم يتم اختيار مثلاً اليوم آخر بمعنى أنه ينبغي أن نجيب على الأصل التاريخي ودلالة اختيار هذا اليوم إذن لنتعرف على ذلك سننتقل إلى نص وسأقرأ معكم النص وسأحاول أن أقوم بشرح بعضي المفردات والعبارات هذا النص تجدونه في الكتاب المدرسي سواء كتاب النجاح في الاجتماعية أو الفضاء في الاجتماعية يقول هذا النص في سنة 1884 قررت النقابات العمالية الرئيسية بالولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمرها الرابع الضغط على أرباب العمل لتحديد العمل في ثماني ساعات معنى هذا أن العمال كانوا أنذاك يشتغلون أكثر من ثماني ساعات المعمول بها حاليا وفي فاتح ماي سنة 1886 بمدينة شيقاكو هذه مدينة أمريكية اقتصادية مهمة وإثر سقوط عدد من الضحايا في صفوف العمال المتظاهرين مكنت ضغط النقابي لحوالي مئتي ألف شغيل من الحصول على ثماني ساعات عمل في اليوم ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الضغط الأمالي عن طريق المظاهرات والاحتجاجات وبالخصوص في فاتح ماي سنة 1886 في هذا التاريخ بالضبط استطعت الشغيلة في الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق هذا المطلب الأساسي الذي لطالما حلمت به وهو تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات ولهذا السبب إذن أتابع بقراءة نص حتى لا أقفز على الأحداث وبعد سنوات قليلة دفعت ذكرى هذا اليوم الأوروبيين إلى جعل فاتح ماي عيدا للشغل وبالتالي لا يمكن أن تذهب دماء هؤلاء أو نضالها إلى هؤلاء السوداء ولهذا في أوروبا تخذوا من هذا اليوم عيدا لإحتفال الإنسانية بالأمالي وبالشغل إذن هذا هو أصل الاحتفال بفاتح ماي واختيار هذا اليوم بالضبط الآن سأنتقل بكم إلى مؤطى آخر هو من يؤطر العمال في احتفالات فاتح ماي هل يخرجون العمال يعني لدواتهم؟ لا تؤطرهم النقابات العمالية سواء النقابات الأكثر تمتيلية أو النقابات التي ليست لها تمتيلية التمتيلية هنا تقاس أو يتم احتسابها بعد إجراء انتخابات آخر انتخابات عمالية في المغرب وجريت سنة 2015 وبالتالي أعطت لنا المركزية النقابية الأكثر تمتيلية حينما نقول مركزية نقابية هي مركزية تضم تحت لوائها بجموعة من النقابات الأخرى مثلا موظفي التعليم لهم نقابة الصحة لهم نقابة الفلاحة لهم نقابة فهؤلاء ينضوون تحت مركزية كبيرة لتجميعي الجهود وتكتيفها من أهم المركزيات النقابية في المغرب نجيد الاتحاد المغربي للشغل ويسمى اختصارا الفرنسية UMT الكون فيدرالية الديمقراطية للشغل CDT الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM الفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT إلى هنا أعزائي التلاميذ عزيزات التنميدات نكون قد وقفنا على أهم الأفكار الأساسية في هذا الدرس درس النقابات والمنظمات المهنية وأعطينا أو خلصنا في النهاية إلى إعطاء أمثلة بأهم المركزيات النقابية على أساس أن أنتقل بكم إلى الدرس الثاني من الدروس التي تشملها هذه الحصة حصة دعم وتقوية التعلمات في مواد الاجتماعيات هذا الدرس وهو درس الصحافة فأبدأ مع هذه الخطاطة تعرفتم في درس من دروس مدة تربيع المواطنة في الأسد الثاني وهو درس الحريات العامة بالمغرب على قانون مهم صدر في المغرب يعتبر من أولى قوانين الحريات العامة في العالم العربي وهو قانون الحريات العامة الصادر سنتين بعد استقلال المغرب في سنة 1958 هذا القانون يضم قوانين فرعية فمنها ظاهر تأسيس الجمعيات كما يظهر لكم انطلاقاً من هذه الخطاطة تنظيم تجمعات العمومية وقانون الصحافة والنشط نفهم انطلاقاً من هذا القانون بأن الصحافة هي حرية من الحريات الأساسية أو من حقوق الإنسان الأساسية في المغرب والمنصوص عليها بروح القانون فالسؤال الأساسي الذي ينبغي أن نجيب عليه هو ما المقصود بالصحافة؟ وفي نفس الوقت أذكركم بمفهوم الصحافة مفهوم الصحافة هو كل الأدوات وكل الآليات وكل المسائل التي نلجأ إليها نحن كمجتمع كمجتمع كصحفيين للتعبير عن مواقف المجتمع وآرائه من كل القضايا المطروحة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو حتى الفني والرياضي والثقافي الصحافة طبيعة الحال تأتي بأخبارها من مصادر إما أنها تأتي بأخبارها من وكالات الأنباء وكالة الأنباء هي عبارة عن مؤسسة يعني تقوم بتجميع الأخبار ثم بيئها للصحافة منها مثلا في المغرب وكالة المغرب العربي للأنباء وعلى المستوى العالمي هناك وكالات معروفة ترى وكالة رويترز وكالة الأنباء الفرنسية وكالة الأناظول إلى غيرها من الوكالات الأخرى ثم المصدر الثاني وهو أن المؤسسات الصحفية تكون لها أو يكون لها شبكة من المراسلين في مناطق مختلفة سواء كانت هذه الصحافة يعني جرائد أو غيرها تكون لها شبكة من المراسلين يقومون باستيقاء الأخبار من مصادرها ثم يبعثونها إلى الصحافة لنشرها لكي تصل إلى الرأي العام الوطني المغربي إذن هذا يجرنا إلى الحديث عن أنواع الصحافة إذن أنواع الصحافة حاولت أن أختزلها لكم وأن أعاود تذكيركم بها انطلاقا من هذه الخططة الصحافة في بلدنا وفي غيرها من أرجاء أو في غيره من أرجاء المعمور تنقسم إلى ثلاثة أنواع أولها الصحافة المكتوبة هذا النوع من الصحافة يستهدف القارع عبر الكلمة المكتوبة من خلال جرائد والمجلات الجرائد في المغرب مثلا هناك جرائد يومية وهناك جرائد أسبوعية وجرائد شهرية وجرائد دورية يعني إما عبر ثلاثة شهور أو غيرها كذلك أيضا الشأن بالنسبة للمجلات وهناك أيضا جرائد مستقلة وهناك جرائد سياسية أي تصدرها أحزاب سياسية مغربية ثم نوع الثاني من أنواع الصحافة وهو الصحافة المسموع وهذا النوع من الصحافة يستهدف المستمع من خلال محطات الإذائية إذاعة يعني في الراديو أو في الميديا وموجودة دب الآن خصوصا بعد أن حرر المغرب هذا القطاع أصبحت مجموعة من المحطات الإذائية في الميديا ثم عندنا النوع الثالث وهو الصحافة المرئية والتي تستهدف المشاهد من خلال مجموعة من القنوات التلفزيونية ومثلا نأخذ باقة قنوات التلفزيون المغربي ومنها مثلا قناة العيون الرياضية وأيضا قناة الرابعة التي تقدم هذه الأيام دروسا عن بعد لفائدة تلاميذ وطننا الحبيب وهناك أيضا الآن يعني واحد المعطى جديد هو الأنترنت الأنترنت يمكن أن نقول تجمأ فيه ما تفرق في غيره من هذه الأنواع فيمكن من خلال الأنترنت أن تطلع الجرائد الورقية من خلال مواقعها الإلكترونية تزور مواقع الإلكترونية فيضعون نسخة إلكترونية من جرائدهم الورقية ويمكن أيضا الطلاع على جرائد إلكترونية 100% كما يمكنك أيضا أن تزور مواقع إلكترونية خاصة بمحطات إذائية للراديو ويمكن أن تتابع برامجها كذلك يمكن من خلال الأنترنت أن تدخل إلى محطات فضائية يعني تلفزيونية ويمكن أن تشاهد أيضا برامجها من خلال خدمة النقل المباشر الصحافة هي مهمة جدا في حياة المواطنين خصوصا في وقتنا هذا وقت الفورة المعلوماتية والثورة المعلوماتية ووقت المعلومة السريعة ولهذا الصحافي ينبغي أن يتحل بما يسمى أخلاقيات مهنة الصحافة هذه الأخلاقيات حاولت أن أقسمها لكم أو أضعها أمامكم أولها الصحفي ينبغي أن لا ينقل الأخبار الزائفة التي من شأنها تضليل الرأي العام الصحفي ينبغي أن ينشر الخبر كما شاهده وكما عاينه من دون زيادة أو نقصان أو تحريف الصحفي لا ينبغي أن يسعى إلى الصبق الصحفي يكون زعمه ولو ولنشر الخبر أو إلى البوز على حساب الحياة الخاصة للأفراد وحسبي شرف الناس الصحفي ينبغي أن يتجنب الأخبار الزائفة والمضللة خصوصا هذه الأيام بسبب جائحة كورونا تصلنا عبر وسائل أو تطبيقات الهاتف لعديد من الأخبار الزائفة حول هذه الجائحة فينبغي عليكم كتلاميذ أنتم كتلاميذ دائما أن تتيقنوا من مصدر المعلومة ومن حقيقة المعلومة قبل أن تتقاسموا المعلومة مع زملائكم وأصدقائكم وأبائكم وذلك بالاطلاع على المعلومة من مصادرها الأصل ومقارنتها بمعلومات أخرى والاطلاع على هذه المعلومة من وسائل الإعلام المؤتمدة والرسمية أو التي لها مصداقية إلى هنا أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات أكون قد أتيت على مجموعة من الأفكار الرئيسية في هذا الدرس وأنتقل بكم إلى الدرس الثالث الذي تشمله هذه المراجعة وهو درس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو الدرس الأخير في هذه المراجعة هذا الدرس كما قلت انطلاقا من عنوانه يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فبالخصوص وسنحاول أن نقارن قوانين وطنية بالأهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما تطرقنا إلى ذلك أيضا في درس الحقوق المدنية والسياسية في الأهد الدولي وفي القوانين الوطنية نفس الأمر سنقوم به في هذا الدرس أو سنراجعه كذلك في هذا الدرس أولاً ينبغي أن نقف بداية على ما المقصود بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو العهد الدولي عفواً العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا العهد هو عبارة عن مؤاهدة دولية أقرتها الأمم المتحدة سنة 1966 ونص على ضرورة المساواة بين الجنسين يعني بين الضكور والإينات في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمغرب كما صادق على الأهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صادق أيضاً على الأهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالضبط سنة 1979 كما تشاهدون أمامكم هذا النوع من الحقوق تعد الجيل الثاني من حقوق الإنسان بمعنى أنه وهناك الآن جيل ثالث من حقوق الإنسان منها مثلاً حق الإنسان في أن يعيش في بيئة سليمة حق الإنسان في التنمية المستديمة حقه كذلك في الوصول إلى المعلومة والقوانين الدولية وحتى الوطنية تضمن ذلك من بين الأسئة التي ينبغي أن نراجعها في هذا الدرس هو أن أذكركم بنماذج من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نبدأ أولاً مع الحقوق الاقتصادية ونلاحظ أمامنا هذه الخطاطة إذن وقفت على أهم هذه الحقوق منها مثلاً حق الملكية معنى هذا أن المواطن له من حقي أن تكون في ممتلكاته أشياء من حقي مثلاً والدك أن يتملك منزلاً أو سيارة أو دراجة هوائية إلى آخره ومن حقي كذلك أيضاً أنت كتلميذ يعني في ملكيتك أذواتك المدرسية إلى غيرها من الأشياء الأخرى مثلاً حق آخر الحق في العمل المواطن له الحق في العمل طبعاً في إطار ما يسمح به أو تسمح به فرص الشغل المتاحة في البلد أيضاً الحق النقابي هدف حد ذاته هو حق سياسي وأيضاً حق اقتصادي العامل من حقيقة أن ينخلط في النقاب ليدافع عن حقوقه هذه مسألة عادية جداً وبديهية جداً في عالمنا هذا أو في وقتنا هذا إذن هذه أهم أو جملة من الحقوق الاقتصادية والاقتصادية يمكن أن تعودوا إلى درسكم للتعرف على حقوق أخرى أنتقل الآن إلى الشق الثاني من الحقوق وهو الحقوق الاجتماعية منها مثلاً الحق في المسكن كل واحد من حقه مثلاً أن يجد مكاناً يأوي مش بضرورة يكون مثلاً منزل يعني في ملكيته مئة في المئة مكتارة مسألة عادية جداً المهم أن يكون له مأوى يأوي هذا هو الأهم المسألة الثانية أو الحق الثاني الحق في الصحة معنى هذا أن المواطن إذا مرضى يجد مثلاً مستشفيات عمومية مجهزة فيها أطباء وأيضاً حتى خاصة فيها أطباء يصهرون على حمايته وعلى صحته الحق الثالث مثلاً الذي سأعطي به مثالاً ضمن هذه الحقوق هو الحق في الضمان الاجتماعي معنى هذا أن العامل مثلاً إذا لقدر الله أصيب أو مرضى أو وصل إلى سن كبير جداً وتقعد عن العمل يجد حماية سواء من الضمان يكون له ضمان اجتماعي يعني يحميه في هذه المرحلة الحارجة أو حتى السيدة أو السيدات العاملات إذا مثلاً كانت في فترة ولادة فتؤوض عن هذه الفترة وهذه من الحقوق الأساسية للإنسان والمتعارف عليها كونياً السؤال المركزي في هذا الدرس والذي نبغي أن نجيب عليه هو هل نزل المغرب هذا الأهد أي الأهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في قوانينه الوطنية إذن هذا ما سنحاول أن نكتشفه انطلاقاً من نصين أبدأوا معكم مع موادة من الأهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسحاول أن نستخرج من هذا النص حقوق معينة ثم بعد ذلك نقارنها بقوانين وطنية أقرأوا هذا النص المادة الثالثة من الأهد الدولي تقول تتأهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإينات في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد معنى هذا أن الأهد الدولي في مادته الثالثة ينصص على ضرورة المساواة بين الجنسين في التمتع بهذه الحقوق التي يكفلها هذا العهد ننتقل إلى المادة الثانية عشرة تقول تقرر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلغه معنى هذا أن هذا العهد يضمن لكل المواطن سواء كان ذكرا أو أنت الحق في التمتع بصحة جيدة سواء كانت عضوية جسمانية أو عقلية وحتى النفسية أنتقل إلى المادة الثالث عشرة تقول تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرض في التربية والتعليم وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية معنى هذا أن هذا العهد يكفل كذلك حق كل مواطن ومواطنة في العالم ككل أن هذا عهد دولي في التمتع بتعليم عصري جيد ينمي شخصية هذا الإنسان ويجعله يحترم الحقوق كما هي متعارف عليها دوليا وكما أيضا متعارف عليها أو منصوص عليها في القوانين الوطنية الآن ننتقل إلى نص آخر من الدستور المغربي أو نص آخر من قوانين وطنية ونأخذ نموذج قانون الدستور المغربي باعتباره أسمى قانوني في البلد كما تعرفتم على ذلك في الدرس الثاني من دروسي مدى التربية على المواطنة في هذه السنة الدستور الذي نعمل به اليوم هو دستور 2011 الذي خرج إلى الوجود بموجب استفتاء شعبي صادق عليه المغاربة وبالتالي نقتصر فقط على الفصل 31 من دستور المملكة المغربية الجديد إذن أقرأ النص في نفس الوقت سنحاول أن نستخرج بعض الحقوق التي يشير إلى هذا الدستور على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يقول دستور المغربي في فصل 31 تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة أي إمكانيات الدولة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين لاحظوا بأنه تنصيص هنا على ضرورة استفادة المواطنين سواء كانوا ذكورا أو إنثا وبدون استثناء أو تمييز على أساس الدين أو العرق أو غيره على قدم المساواة من الحق فيه أولا العلاج والعناية الصحية معنى هذا أن الدستور المغربي ينصص على الحق في الصحة كما ينص على ذلك الأهل الدولي الخاص بالحق الاقتصادية والاجتماعية ثانيا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضضي أو المنظم من طرف الدولة يعني العامل ينبغي أن تكون له حماية ثالثا الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة وهذا أيضا وما شهدناه كذلك أيضا في الأهد الدولي إذن فهذا النقطة موجودة أيضا حتى في الدستور المغربي ثالثا التنشئ على التشبت بالهوية المغربية نحن نعرف تنوع الهوية المغربية تتنوع المستوى الديني وحتى العرقي والثوابت الوطنية الراسخة وهي الإسلام والملكية والوحدة الترابية وحتى الخيار الديمقراطي الذي أضيف مؤخرا إلى الدستور 2011 ثم تكوير المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية وهي أمور أصبح المغرب يعطيها أهمية في تعليمه السكن اللائق هو أيضا من الحقوق ننتقل إلى مثلا الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدمة وهذا كما قلت لكم حقوق من الجيل الثالث فالدستور نصحت على حقوق من الجيل الثالث إذن خلاصة هذا الأمر أو الاستنتاج الذي يمكن الخروج به بعد مقارنتنا للأهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية عفو الاقتصادية والاجتماعية والقوانين الوطنية ممثلة في الدستور المغربي نستنتج كما تلاحظون أمامكم بأن هناك تطابق هناك انسجان هناك تناغم بين القانون الوطني الممثل في الدستور والأهد الدولي معنى هذا أن المغرب أوفى بتأهداته الدولية وبتوقيعه على هذه الاتفاقية إلى هنا أعزاء التلاميذ عزيزات التلميذات نكون قد أنهينا هذه الحصة حصة الدعم والتقوية في مواد التربية على المواطنة والتي شملت ثلاث دروس وهي النقابات والمنظمات المهنية ثم الصحافة ودرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يمكنكم متابعة دراستكم عن بعد من منازلكم على القنوات التلفزيونية المغربية المخصصة للتعليم عن بعد كما يمكنكم أيضا زيارة المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية الوطنية تلميتيس تعليم تيس بواما أضرب لكم موعدا آخر إن شاء الله أو حصة أخرى إن شاء الله مع حصص الدعم وإلى ذلكم والحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته